إذن لقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي بسفير أمريكا في تونس تنقش في عديد المواضيع هذا يعتبر قيس سعيد خيانة للدولة يعتبر فتح البيب لدول أجنبية لتتدخل في الشأن التونسي كي نحكي عليه في عديد المنسبات رئيس الجمهورية قيس سعيد تقابل مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي ونقدم معهم اجتماع في قصر قرداج مع سفراء متع الاتحاد الأوروبي كل المعتمدين في تونس وبتبعى طرق الاجتماع للعلاقات تونس والاتحاد الأوروبي وغيرها من المشاكل وقيس سعيد حابي وصل ديمي ستاج جدد قال رئيس الجمهورية لمكفحة الفسيد واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج وتوفير التلقيح ضد فيروس كورونا وإنجاز المشاريع الكبرى على غرار المدينة الصحية في القيروين والقطار السريع رابط بين بنزارة والجنوب التونسي تعتبر من المسائل التي لا تقل أهمية عن بقية القضايا التي يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تساهم في مساعدة تونس على تحقيقها وخلال هذا الاجتماع ذكر رئيس الدولة بثوابة السياسة الخارجية تونسية كما أكد حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون والتمسك بالدستور كما زيد بيّن أن عدم الاستقرار السيسي ما عندوش حتى علاقة بعدم الاستقرار الحكومي وأكد لتونس عندها إمكانيات ما يخليها قادرة على أنها تكون دولة ديمقراطية بعيداً عن الحسابات الضيقة وصل رسائل قوية إلى الاتحاد الأوروبي وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية الدور التي تطلع به المرأة التونسية في مختلف المجالات وفي المجتمع وفي الحياة السياسية ودور الشباب أيضاً أثناء عليه وثمنه قال للشباب هو الركيزة الأساسية والحرية اليوم لا غنى عنها وقال أمام الدبلوماسيين الأوروبيين وأكد على أهمية التضامن بين الدول للتصدي مش فقط لجائحة كورونا ولكن لحل كل المشاكل المطروحة وقال ليهو على يقين ومتأكد بأنه التضامن هذا كفيل بتحقيق العديد من الإنجازات بشكل جامعي برشا يحكي على الإنجازات رئيس الجمهورية قيس سعيد هل هي ميت؟ ما نعرفوش إشنوها الإنجازات وإلا المعجزات اللي يحكي عليهم ما تنسي واشتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفيديو القادم